أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل على ضرورة الاستثمار في العنصر الوطني لجانب أهمية استفادة أصحاب العمل من المزايا والحوافز التي تقدمها الحكومة للقطع الخاص بما في ذلك دعم أجور المواطنين وتوفير التدريب المجاني لهم وأشار سعادته إلى أن تكاتف مختلف الجهات ذات الصلة في توظيف الشباب البحريني يعد مسؤولية اجتماعية مشتركة حيث يسهم ذلك في ارتفاع معدلات التوظيف وتعزيز الأمن الاجتماعي جاء ذلك خلال زيارة وزير العمل إلى شركة البحرين للتسهيلات التجارية وذلك في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها للشركات والمؤسسات الداعمة لمبادرات وبرامج الوزارة في مجال توظيف الكوادر الوطنية وبالأخص البرنامج الوطني للتوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي من أولوياتها خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل كما التقى سعادة الوزير بعدد من العاملين بالشركة واستمع إلى قصص نجاحهم ووصولهم إلى وظائف عليا بالشركة مشددا على أهمية إبراز هذه النماذج التي تؤكد قدرة الشباب البحريني على إدارة الإنتاج في العديد من المناصب الإدارية والإشرافية في منشآت القطاع الخاص